الجوف عندما لا تحتاج الصورة الى تفسير يكون الواقع هو الصوت والشاهد ايضا تقول تنقلات العدسة هنا او تكاد ثمت معاناة تتسع ولا سبيل لايقاف كل هذا الف الهاربين من ويلات الصراع كانت هذه الخيام وجهتهم الاخيرة حين اغلقت كل الجهات ابوابها باستثناء الحرب والجفاف اوضاع صعبة يعيشك هؤلاء ووجع ممتد بحجم الخراب اذ تبدو الجهود المحلية في الجوف اقل بكثير وعاجزة عن التعامل مع حجم المعاناة في حين لا دور للمنظمات المحلية والدولية ولا حضور فعليا لها يعلق اعضاء في السلطة المحلية وان وجدت فيقتصر دورها على توزيع مواد غذائية لا تؤدي الغرض علاوة عن التجاهل وعدم التجاوب مع مراسلات السلطة المحلية المنظمات في الجوف دور ضائل ينحصر في مقالة الإغاثة الإنسانية وتقديم مساعدات غذائية يعني في المجالات الأخرى شبه معدوم يعني في مقالات التوعية في مجالات الصحة في مجالات التنمية التربية يعني نحن وجهنا عدة خطابات وعدة نداءات لهذه المنظمة لتدخل تحركات ورهود محدودة تبذلها السلطة المحلية وفق إمكانياتها الضئيلة التي لم تلتفت إليها الحكومة الشرعية حتى الآن بيد أن التعليم والزراعة والصحة وقطاعات أخرى تشغل هاجس المواطنين الذين باتوا يشكون غياب المنظمات الإنسانية بعد أن فقدوا الأمل في السلطة لا يوجد منظمات في الجوف نهاية لا عن القطاع الصحي ولا عن القطاع الزراعي ولا عن القطاع الغذائي ولا عن القطاع المفروشات ولا عن مهضومين إنه الصرع خلق واقعا سيئا يتدحرج فيه ألاف المواطنين في هذه المحافظة وهو ما يعد تجاوزك مستحيلا بالنسبة لبعض المنظمات التي تحاول التواجد بإمكانية بسيطة واهتمامات معينة ما لم تتضافر الجهود الحكومية والمحلية للخروج من هذا المضيق الصعب استهدفنا ست مديريات ثلاث ثمان حاليا أربع من مارب أربع من الجوف الاستتاف كان للنازحين والمتضررين من النزاعات والفقراء هو الأشد فقرا وجع كبير لا سبيل للهروب من معاناته المتزايدة تباعا في ظل الجهود الحكومية والمنظماتية الغائب الذي من شأنه التقليل من حجم المأساة والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية وشيكة علي الجرادي قناة بلقيس الجوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة